1.3 مليار دولار هو ما تستورده الجزائر سنويا من غبرة الحليب رقم تسعى الجزائر لتقليصه من خلال الإجراءات المختلفة التي تصب في هذا المسعى المنتدى الجزائري الأمريكي من جهته يواصل تحركاته لاستقطاب المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في المجال الفلاحي خاصة ما تعلق بإنتاج الحليب وتحسين مردودية تربية المواشي المشروع في القطع الفلاحي نريد أن نقتني مزارع كبيرة وليست صغيرة هنا بالجزائر نحن متحمسون للإمكانيات التي توفر عليها الجزائر فهي بوابة إفريقيا مشاريع تعيدنا للحديث عن المشروع الجزائري الأمريكي في مجال تربية الأبقار وزراعة الحبوب بولاية البيضة الذي لم يجسد لحد الآن فما هي الأسباب؟ خلق مشاريع مماثلة يتطلب متابعة وتشجيع على مختلف المستويات للوصول للأهداف المرجوة خاصة في القطع الفلاحي الذي تعاول عليه الحكومة للخروج من التبعية للمحروقات ترجمة نانسي قنقر